حياكم الله في ظل الحصيلة الكبيرة لدحايا الحرب الإسرائيلية على غزة اتخذت دول عدة خطوات مختلفة سواء بتعليق أو وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل فمن هي هذه الدول؟ نبدأ من هولندا التي أمرت المحكمة فيها الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائر المقاتلة F-35 من جهتها بلجيكا أوقفت حكومة محلية رخصتي تصدير البارود إلى إسرائيل لسبب مخاوف تتعلق بالأحكام الدولية إيطاليا أيضا أعلنت تعليق جميع شحنات أنظمة الأسلحة أو المواد العسكرية منذ اندلاع الحرب إسبانيا ذكرت أنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي في اليابان أعلنت شركة إيتوشيو كوبريشن أنها ستنهي شراكتها مع شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية البت سيستمز بحلول نهاية شهر فبراير وذلك بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية ومع مراعاة أوامر محكمة العدل الدولية أما في ألمانيا فقد تراجعت موافقات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد ارتفاعها العام الماضي إذ وافقت الحكومة الألمانية بشكل محدود على تصدير الأسلحة لتل أبيب خلال الأسبوع الأولى من هذا العام لكن في الولايات المتحدة الأمر مختلف حيث وافق مجلس الشيوخ هذا الشهر على مشروع قانون لتخصيص مساعدات إضافية لدعم إسرائيل في حربها على غزة ينص مشروع القانون على تخصيص نحو 14 مليار دولار لإسرائيل كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار كما تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أمريكية بلغت العام الماضي 3 مليارات و800 مليون دولار يشار إلى أن 68% من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2013 و2022 جاءت من الولايات المتحدة من جهتها الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية لم تتأثر بالحرب على غزة وفقا لأحدث تقرير لمعهد ستوك هولم الدولي لأبحاث السلام فإن الهند استوردت معدات عسكرية بقيمة مليارين وتسعمائة مليون دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي منها أجهزة رادار طائرات مراقبة طائرات مسيرة مقاتلة هذا بالإضافة إلى الصواريخ ذهب نحو 37% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الهند خلال الفترة من 2018 حتى 2022 فيما استوردت إسرائيل أخيرا من الهند 20 طائرة مسيرة طبعا بدون طيار من طراز هيرمز 900 دعونا الآن نلقي نظرة على صادرات السلاح الإسرائيلية إذ بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن إجمالي الصادرات من الأسلحة للأسواق العالمية بلغ 12 مليار ونصف المليار دولار عام 2022 بفعل الطلب المتزايد على الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي شملت الصادرات حوالي 25% لأنظمة الطائرات المسيرة ومن أهم المسيرات الهجومية هي مسيرة آي إي آي إيتان وتسعة عشر في المئة لقذائف وصواريخ وأنظمة الدفاع جوي من أهمها نظام الدفاع آرو ثري لاعتراض الصواريخ والذي يتم طبعا تطويره بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثة عشر في المئة من أنظمة رادار إي أل إيم الفين ومئتين وثمانية وأربعين هذا فضلا عن الحرب الإلكترونية حازت أنظمة المراقبة والإلكترونيات الضوئية على نصيب عشرة في المئة فقط من قيمة هذه الصادرات الآن للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا الخبير الاقتصادي نبيل أرملي مرحبا بك سيد نبيل بداية تأثرت مستوردات إسرائيل من الأسلحة صادراتها هل من المتوقع أن تتأثر بنفس الحجم الذي تأثرت فيه الواردات هذا هو الخوف الأكبر مساء الخير أولا القرار بعد الدول الأوروبية بوقف أو بتقييد توليد الأسلحة إلى إسرائيل يأتي في سياق أوسع تشهد فيه إسرائيل كدولة واقتصادها أيضا تضييقات وتحولات في تعامل بعض الدول معها وهي لها برأيي يعني على أقل في المرحلة الأولى لها أبعاد ودلالات رمزية سياسية وجيوسياسية أيضا أكثر من التأثير الاقتصادي الآن كما ذكرت حضرتك في المقدمة أكبر سوقين لاستيراد وتوريد أيضا الأسلحة إلى إسرائيل هو السوق الأمريكي والسوق الألماني وما دامت الولايات المتحدة تتبع سياسة جدا جدا مرنة مع إسرائيل وكذلك الأمر مع ألمانيا لن يكون تأثير هذه القرارات من بعض الدول ملحوظ بالنسبة لإسرائيل الآن الخطر الأكبر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي وبالنسبة للصناعات العسكرية الإسرائيلية تتشكل جزء أساسي من الاقتصاد الإسرائيلي وكما ذكرت يعني حوالي 10% من الصادرات في العام الماضي صادرات إسرائيلية بشكل عام كانت صادرات عسكرية وهي يعني تلعب دور أساسي في الكثير من القطاعات مثل قطاع الصناعة والهايتك الخطر الأساسي أن يتحول الأمر من حضر أو من تقييدات على الواردات العسكرية لإسرائيل أو تصدير الإسرائيل إلى حضر استراد الأسلحة من إسرائيل وهناك سيكون التأثير أكبر استراد الأسلحة من إسرائيل يعني لو تضعنا في صورة خارطة أهم المستوردين للأسلحة الإسرائيلية نعم يعني كما ذكرت السوق يعني على عكس الوضع في حالة الاستراد السوق الأمريكي مثلا يشكل أو شمال أمريكا يشكل حوالي 11% السوق الأسيوية وعلى رأسها طبعا الهند حوالي 30% بالمناسبة حسب التقديرات الإسرائيل الأخيرة يعني حوالي ربع الصادرات العسكرية من إسرائيل تصل إلى ما يسمى دول اتفاقيات إبراهيم المبرمة أخيرا يعني بعض الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل تستورد حوالي ربع الصادرات إذا كان على مستوى منظومات دفاعية أو منظومات دفاع جوي أو برمجيات سايبر وأمن سايبراني وما إلى ذلك فبالتالي يعني تظل السوق من ناحية الصادرات آمنة نسبيا ولكن خطر تحول موضوع الحضر على التصدير إلى أيضا حضر على الاستيراد قد يشكل خطر كبير جدا ما هذا ما يقلق إذا استثنينا المخاوف حضر تصدير أو استيراد نتكلم عن البضاعة الإسرائيلية في عام 2014 كانت تروج لأسلحتها بأنها بطل تستد في تلك الحرب الآن في الحرب على غزة المركابة الأيقونة للجيس الإسرائيلية تعرضت لخسائر هناك بعض السقطات لها برأيك كيف سينعكس ذلك على سمعة الصناعة العسكرية هذا السؤال مثير حسب رأيي والإجابة عليه مركبة إلى حد بعيد المفاجأة الكبرى التي كانت في 7 أكتوبر لم تكن بسبب ضعف المعدات والذخيرة الإسرائيلية بالطبع كانت هناك حركات أو هجومات من قبل قوات حماس على بعض المركبات وأصابتها بشكل فادح ولكن لا أعتقد أن الأمر أثر بشكل كبير على سمعة من بين مزدوجين على جودة أو سمعة الأسلحة الإسرائيلية إسرائيل لديها خبرة واسعة جدا في كل ما يتعلق بالبرمجيات وبالأمن السيبراني وبكل ما يتعلق بالمنظومات الاستخباراتية والجميع يعرف عن البرامج التي تخترق الهواتف وما إلى ذلك والمشكلة التي تسببها للعديد من الدول في العالم والعديد من الأشخاص ولكن التأثير مرة أخرى قد يتحول إلى مؤثر إذا تم الحديث عن حضر الصادرات الإسرائيلية وبالمناسبة كان هناك وثيقة وقع عليها عشرات الخبراء من المتحدة تطالب بفرض حضر لتوريد واستيراد الأسلحة من إسرائيل شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي نبيل أرملي حدثنا من حيفا هذا وما تزال تداعيات الحرب على غزة تلقي بثقلها على الاقتصاد الإسرائيلي حيث أكد رؤول سارجو رئيس جمعية المقاولين في إسرائيل أن قطاع البناء أصيب بالشلل حيث يعاني من نقص نحو 140 ألف عامل وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية وغياب أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني بعد السابع من أكتوبر الماضي رئيس جمعية المقاولين في إسرائيل أكد في تصريحات لصحيفة معاريف أن نصف مواقع البناء مغلقة منذ السابع من أكتوبر الماضي وأن النصف المتبقي من مواقع البناء لديها نشاط ضئيل هذا ودع رئيس الجمعية الحكومة للموافقة على جلب ما يصل إلى 20 ألف عامل فلسطيني بشكل مستعجل لإنقاذ هذا القطاع بهذا مشاهديننا نأتي إلى ختام الفقرة الاقتصادية في أمان الله